قبل الموعد النهائي بيوم واحد لانتهاء المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي أعلن الاتحاد الأوروبي أن إيران والقوى الست الكبرى اتفقت على تمديد المفاوضات أربعة أشهر بعد الإخفاق في الوفاء بالموعد المحدد في العشرين من الشهر الجاري بسبب وجود فجوات كبيرة بين الجانبين الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي في العاصمة فيينا جمع بين كاثرين أشتن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف أكدا فيه وجود فجوات كبيرة بشأن بعض القضايا الأساسية التي تتطلب مزيدا من الوقت والجهد أحرزنا خلال مفاوضاتنا الإسبوع الماضي تقدم النمسا في عدد من الأمور المتعلقة بخطة شاملة للعمل المشترك لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة في عدد من القضايا الجوهرية التي تحتاج مزيدا من الجهد والوقت فيما أكد ضريف أن الأطراف المشاركة في الحوار ستعمل ما بوسعها للوصول إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن تؤكد إيران والدول الست الكبرى على استمرار العمل في الأشهر المقبلة من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل وفي أسرع وقت ممكن من جانبها قالت الولايات المتحدة إن إيران سيسمح لها بالحصول على قرابة ثلاثة مليارات دولار إضافية من أصولها المجمدة خلال فترة التمديد لكن معظم العقوبات على إيران ستبقى كما هي يذكر أن المفاوضات بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد تهدف إلى الوصول إلى اتفاق يحد من نطاق البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية التي تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإيراني